بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أقدم إليكم اليوم هذا البرنامج الذي أسميناه تنمية المهارات اللغوية هذا البرنامج سيساعد مستخدميه على تنمية مهاراتهم اللغوية وسيقع في أربعة أقسام أما القسم الأول في هذا البرنامج فإننا سنتناول فيه التقسيم والتركيب في اللغة العربية وأما القسم الثاني فإنه يتناول مسألة الإعراب والتشكيل والقسم الثالث سيتناول تطوير الجملة العربية بتنويعها والقسم الأخير سوف يثقف لسان أو لغة المتحدث بإخلائها من الأخطاء الشائعة التي تضر بها أولاً وقبل كل شيء علينا أن ندرك أن هذا البرنامج مختلف عن البرامج الأخرى لأنه يتناول مسألة اللسان واللغة من زاوية مختلفة لأننا سندخل إلى قلب المنظومة اللغوية ولا نتناولها كقواعد صارمة على المرء أن يتقنها وأن يحفظها وأن يطبقها فنحن الآن سندخل إلى قلب المعمل اللغوي ترجمة نانسي قنقر